يقول فضيلة الشيخ فقطم الله ما صحة من استدل بمسألة أنه يجوز محبة الكفار غير المحاربين بقوله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أحب عمه مع أنه كافر إنك لا تهدي من أحببت أي هدايته من أحببت هدايته هذا هو الله أعلم المقصود من الآية إنك لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء